دايماً المائدة الرمضانية العظيمة اللي بيجمع عليها الأهل والأحباب بيكون عليها كده أحلى الأصناف السؤال بقى المتكرر واللي ناس كتير بتحاول أني أطقف عنده إزاي ناكل ونستمتع في رمضان من غير ما ندخن إزاي أحافظ على الضايت في رمضان إزاي أبدأ الضايت في رمضان النهاردة حنقدم رشدة خطوات سريعة نعرف من خلال الرشدة دي الأخطاء الشايع في التغذية في رمضان وإزاي ممكن نتجنبها خلال الأيام الجاية بإذن الله منورني ومشرفني دكتور فادي ناجي استشاري التغذية العلاجية وعلاج السبنة أهلا بيك يا دكتور فادي صباح الفل على حضرتك صباح الفل وكل سنة وحرك طيب وكل مشاهدين طيبين اللهم أمين يا رب وحضرتك بالف خير كنا من أسبوعين كده قلنا شوية نصايح إحنا خلاص دخلنا في الجد والمفروض نبنى طبق اللي احنا تكلمنا فيه من فترة سابقة واللي ما قدرش يطبق في الكاميوم اللي فاته ويبتلي بقى معنا من نهارته الصعوبات إفرق ما ضمن وجهة نظرك من خلال التعامل مع الناس اللي بتكون مع حضرتك دايما الصعوبات كتيرة بس دايما لما بقابل أي حد وقل له خلي بالك غلطاتك اللي انت بتقع فيها دي لازم تفهمها عشان تبتلي تفهم الغلط جاي منين وتبتلي تدركه يعني بحاول دايما أبسط المعلومة للناس وعرفه انت بتعمل ده غلط إزاي أكتر صعوبة بقابلها أو بسمعها أنا ما هيمنيش إن أنا أفطر أنا عايز أشرب كتير هو الناس متخيلة إن مدام بيشرب وبيشرب عصاير فريش إن العصاير دي مفاش سعرات بيتعاملوا مع العصاير على إنها مفاش كالرز على إنها زي الميا أو زي حاجة كأنه بيأكل فاكة يشرب منها زي ما هو عايز أنا مكلتش يفاجأ إن بعد أول أسبوع أو تاني أسبوع وزنه بدأ يزيد ويبقى مستغرب هو أنا بدخن ليه أو أنا ليه وزني بيزيد لازم ترائب نفسك كل اللي بيدخل بقك فيه كمية سكر قد إيه وفيه كمية سعرات قد إيه وفيه كمية سكر مضاف قد إيه وسكر جوه الحاجة قد إيه لإن هنا الغلطة الناس تقولك أنا بشرب عصير فريش مش حاطط عليه أي سكر خالص بس فيه نسبة السكر الطبيعية اللي موجودة جوه الفاكهة اللي هي الفراكتوز السكر الفراكتوز وفيه شوية جولوكوز برضو بس الأغلبية طبعا فراكتوز وفيه كمان الكالرز أو السعرات الحرية في المشروب اللي انت بتشربه وفيه كمان انت حاطط فاكهة قد إيه انت ما يتهيأ لكش إن كباية العصير دي يعني لو بنتكلم على كباية عصير بورتقان محترمة كده متين ميلي على الأقل انت عصر فيها أربع أو خمس بورتقانات ولو قلنا متوسط السمرة الواحدة من ستين لسبعين كالوري فاحنا بنتكلم في تلتمائة أو ربعمائة كالوري في كباية واحدة مش جدعانة مننا ان احنا نديها عصير ده حاجة الحاجة التانية الألياف خصوصا العصير بتبقى انت خسران الألياف اللي موجودة في قلب الفاكهة فعدم وجود الألياف جوه اللي انت بتشربه أو اللي انت بتاكله بيسرع من متصاص الجسم للسكر وهنا المحور التاني بقى يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة فالجسم بعد 16 ساعة سيوم يروح مطلع كمية إنسولين كتيرة جدا عشان يقلل سكر الدم اللي عالي ده وبعد ما الجسم يروح مطلع كمية الإنسولين العالية الجسم يدخل في حالة تخزين دهون فالحاجة اللي انت بتشربها لو سكرها عالي حتى لو مش حطت عليها أي سكر طبيعي بتخلي الجسم ياخدها ويخزنها على هيئة دهون ودي غلطة تانية فيبقى الاعتدال هو المفتاح فالناس ترد علي تقول لي ما أنا ببقى عطشان ما بقى عايزة أشرب حاجة ترويني ما عنديش مشكلة بس فيه بقى ترتيب للأولويات زي ما كنا قولنا الحلقة اللي فاتت بنكسر الصيام على التلات بلاحات ممكن أدور على عصائر الفكهة اللي فيها كالوريز أو نسبة سكر قليلة زي الفراولة مثلا زي البرتقان ولازم أخد كمية محسوبة يعني مش حط فراولة وخلاص أو حط برتقان وخلاص ولازم أبقى عارف إن الكباية العصير دي محسوبة من إجمال السعرات الحرية بتاعتي زي ما كنت بقول ترجمة نانسي قنقر